اللي انت بتقوله حقيقة مجردة لا تقبل الشك دي لغة أرقام أبطال على مين؟ أبطال عليك بالورقة والقلم ودي حاجة ما تزعلش بس ازاي انت تردد أبطال على مين وتكون بهذا القدر من الثقة؟ هل هي محاولة تغيير الواقع؟ سهلت؟ اتقال لي لأ ايه مصدر الثقة والتصديق ده؟ اتكلمت مع أحد أسازة علم النفس والاجتماع وتقدروا ترجعوا لأي حد في القصة دي وتسألوا ازاي يكون السلوك الجمعي لمجموعة بيردد شيء يغاير للمنطق والحقيقة ويكون بالقناعة دي ببساطة دي ظاهرة اسمها الانكار لما بيكون شخصية الإنسان أو نفسيته بتواجه شيء هو مش قادر يستوعبه أو قادر يتعامل معاه كواقع ان الجاب اللي احمد استعرضه معاك وده موجود ان حجم البطولات والفارق ما بينها ده موجود ان قدرتي على تعويض الفارق دي مستحيلة هنا قدامي حاجة واحدة بس ان انا انكر لان الانكار ده بيكون قلية دفاعية نفسية بتهرب بيها من الواقع بتاعك وتقدر تكمل وما تحسش باليأس وما تحسش ان انا بنافس حد مستحيل في يوم اوصله وانا ما اقدرش احط نفسي في مقارنة معاه فبتبدأ تنكر بتبدأ تندخل في السلوك الجماعي ده عشان تقدر تواصل هي دي ببساطة انت متخيل كمان ان بعيدا عن البطولات ممكن حد يجي يقول اه على سبيل البطولات ده حاصل بس في مواجهات مباشرة احنا كذا بس البطولات بتحسيمها عوامل اخرى طب تعالى نروح لدوري ابطال افريقيا هل تتخيل ان مواجهاتي معاك تسع مواجهات في دوري ابطال افريقيا انا بفوز في ستة وبتعادل في تلاتة معاك وانت عمرك ما كسبتني بدوري ابطال افريقيا انا اخر بطولة انت خسرتها بعد ما وصلت لهي نوري ابطال كانت بقضية افشة انا عمليا اكتر فريق طوجة في الملعب بطل امامك انت متخيل بعد كل ده بتنكر وتسأل نفسك بطل على مين لو انا مش بطل مقارنة بيك يبقى مين البطل يبقى مسمى البطل ايه على مستوى المواجهات وعلى مستوى البطولات ايو انا بطل ببساطة ايو مهما حاولت تنكر الواقع محدش بيغيره اي حد على مستوى العالم هيفتح اي شيء عن الكرة المصرية هيعرف ان لها بطل وزعيم واحد بس هو النادي الاه ترجمة نانسي قنقر